السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم معنا اخواني في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو سنتحدث فيه عن المقابلة الرسمية الرسميا المقابلة بين الملتخب الوطني المغربي وملتخب رأس الاخضر يوم 12 يونيو بقلب العاصمة المغربية الرباط. اذا انتحدث اه اه اعرفنا الخصم دينا الودي الاني والرأس الاخضر لما كانش يدخل باتاته في المرشاحين ولكن اذكر المرشاحين اللي كنا كنت حدثو عليهم دائما عايب قولي ان باقينا المقابلة لوجه مقابلة اكتوبر وباقينا جوج مقابلة نوامبير وباقينا جوج مقابلة وديية قلنا ناير اذا دائما دائما حيبقا و tapes اللي ادروا اليوم واما الرأس الاخضر اللي ما كناش بداتا كان ادروا اليو احتها هي كينار رأس الاخضر الرسمي الان اليوم 12 يونيو وصلنا نعفه ثلاث ميال او قربس بزا 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 في هاد المقابلة الودي اللي عاتكو السعدادان لمقابلة جنوب افريقيا مقابلة 12 يونيو طبعة الاحاسكو السعودان جنوب يوم 17 يونيو مقابلة جميلة جدا المقابلة الجيدة صراحة للمنتخب الوطني المغربي إذن تشكيلة الأساسية والاحتياطية في هذا اللقاء الرأس الأخضر المصنف 71 عالميا ومصنف 71 عالميا ومصنف 61 مركز بين منتخب الوطني المغربي ومنتخب الوطني المغربي ومنتخب الوطني الأخضر واجهنا ثلاث مرات ثلاث مرات وتساعدنا مرة واحدة إذن في حالة سلطة المرات محارش إشبيليا الإسباني كان يكون السالة الموسم له بطبعه مع إشبيليا الإسباني والحارس إياسين بونو طبيعا يكون هو الحارس الأساسي في الرباط مع منتخب الرأس الأخضر يكون هو الحارس الأساسي في المنتخب الوطني المغربي حارس بطموحات كبيرة بطبيعة لأنه يمكن يغير الفرقة في هذا الصيف هذا كان هو الحارس الأساسي في هذه المقابلة هذه الرأس الأخضر وهذا المقابلة لا يجب أن يكون سهلا مع المنتخب المصنف ٧١ عالمي يجب أن يلعب مع رابع العالم بطموحات ديال وعود ثاني هو لأن هذه المقابلة يبقى في التشغيل حال من عم ويجب برأس الرأس الأخضر أنه يواجه رابع العالم شيء مظاهر صراحة نايف أكرد لاعب وسطها من الإنجليزي ٢٢٠ سنة من اللاعب الجيدين صراحة ديال النخبة الوطنية والفريق وسطها قلب دي فعادة تكون مغربي في حاله في حلبونه لاعب جيد صراحة ديال الرسمي دياله في المنتخب عفو في فارق وسطهام بعد المنديل القطاري صراحة الآن جاء رسمي فارق وسطهام فارق وسطهام لكن يبقى في القسم المنتز من الدوري الإنجليزي إذا نايف أكرد من المدفع الجيدين داخل النخبة الوطنية صراحة كيقدم اللي عنده صراحة كانت مشاركة دياله في المنديل القطاري كان مميز جدا باش نكونوا منطقيين كان مميز صراحة هناك شادي رياض اللاعب برشلونة الإسباني تسعة عشر عاما من اللاعب الجيدين كدلك ديال المنتخب الوطني على كل مستقبل اللاعب شاب طبيعة الحال اللاعب اللي كيما قلناه شاب بقي صغير عنده كل مستقبل حداه في المنتخب الوطني المغربي كينا داعله في الفترة ديال المرس وموك العب قلب ديفاعي يقدر لعب مع أكرد في هذه المقابلة بقول شو الأن الخاسم والرأس الأخضر مش هي واحد من المنتخب عو الثاني اللي اللي قويحنا كنشو الأنديد الرأس الأخضر ما ما كينش كان ضمن في الكاف وفي العصبة ما كنت شوش بعيدة صراحة دولة اللي شاركت في كأس إفرقية كانت كان ضمن في 2013 كنا نسعدنا معها بالنتجة السواحد الواحد على مقاضون وكنا نتصنع عليها بشي واحد للصفر في التصفيد كأس إفرقية في 2016 كنا فوزنا عليها بالرأس الأخضر بإصابة واحدة للصفر وكنا نهزبنا وفوزنا عليها هنا بجوج الإصابات للصفر إذا كان ضمن هاتق المقابلة للرأس الأخضر اللي كان شارك فيها وقيلها طانان المهم على الظاهل ممكن يلاعب ناصر المزراوي لعب باير مونيخ الألماني اللي كانضر ممكن يفكر عن طغير الأجواء لأنه يعيش في الباير وكانضن عمش بالأحسن الأعوام ديان ناصر المزراوي وكانضن في آيكس كانضن في موسا وكتر مليكينا في الباير مونيخ حاليا هنا كدلك هي عطية الله لاعب الويداد البيضاء اللي بالمناسبة نتمنى لهم حتى تساعد لهم مع ميلودي سانداوت الويداد البيضاء اللي كانت من الواد طبعات الحالة بتربح لهم إن شاء الله ميلودي سانداوت فرقة ديالجانوب إفريقية المقابلة اللي كانت تدروها المغاربة جميعا في التامنة مساء صراحة الفوزة في المقابلة هذه ثمان فوزة بنتيجة ميلودي بشتفوزة لها بنتيجة مرأة ما قايناش مهم الفوزة وصافية ما يدخلش مرمو اللي فوزنا بهذا فللي صيفر سيكون شيء مزيان فوزنا بشتفوزة الشيء ليس ضهير أن تساعد لهم ميلودي جوزة وطلع الجنوب إفريقية وطلع لهم مداري برجي اللي يريد أن يجب النتيجة خاصة الويداد مع دحتامات شعصات لعب الإيه بعادك ترجع تلعبنا محليا ماذا نخط وسط الميدان السوفيان أمرا بطلع في إيرنتينا الإيطالي اللي باقي يمشارك في الكأس المؤتمر الأوروبي كانوا يمكننا نهازموا نهازموا على قرية ملعب مع فرق سويسرا مع فرق دولة سويسرا بهدفين لهدف قادر أن يرجعوا في سويسرا لأنهم فازوا بالسبل مقابل سخارج الميدان في فرنسينا وقدر أن يوصلوا للنهاية لحد الكأس اللي حاملة اللقب فرق إيطالي والروما اللي باقي ماشي في أوروبا اللي يصنص في النهاية وفاز على اللي بركوزن بهدف بقيادة مورينو اللي فاز باللقب بأوروبي الموسم اللي فاز وهذا الموسم حتى هو ماشي لكي يعمل في نارة الأوروبا اللي يقع إيشبيليا ومع يوبينتوس الأقرب ورغم ما نرى في النهاية إسبانيا إيطاليا وكانت رسالة شامبيز اللي يكون إسبانيا وفي دائمه طالي اللعب الحاميد الصابيري اللعب ساندوريال إيطالي اللي في الأصل اللعب دائمه في أوروبي اللعب الحاميد الصابيري اللعب الحاميد الصابيري اللعب الجيدين الداخل النخبة الوطنية كان بدي ناجح موديل قطر كان يدخل كاتر فرق طراحة في المنزل القطري عبد الحميد الصابيري اللاعبين الجيدين للمنتخب الوطني المغربي كانت مرتاح في صامدوريان كانت عام في يورونتينو المساوى عين فاجر عبد الحميد الصابيري في يورونتينو نقدم كل ما عنده نشوفه صابيري اخر كانت من غير صامدوريان هناك بلال خانوث 18 عام اللاعب البطولة البرجيقية لعبي الجيدين داخل نقبة الوطني هل شنا مقابلة الاخيرة امام كرواطيا في مونديل المتخب البرازيل مباجوج الواحد ومقابلة البرازيل مباجوج الواحد المهمة داخل المنظومة المغربية فقط لعب بطلة البرجيجية المهاجمين يمتعون في لعب زياج حكيم 30 عاما لعب تلسل انجليزي تكوين هولندي حاكم زياج تكوين دياله هولندي لاعب المهم من داخل المنظومة المغربية جانح ايمان لاعب كبير صراحة حاكم زياج من لاعب المهم من داخل المنظومة المغربية حاكم زياج من العناصر المهمة صراحة في الملتخب الوطني ليس في أوقات ساعدة جدا في تلسل ويقدروا بزاف يبدل الأجواء هذا الصيف هذا الصيف باريشن جمان و ايمان لان يوجد نادي سعودي لان كانت توقع في أوروبا في لاعب اللاعب المهم من السعودية ممكن يمشي ميسي بوسكيس البا مودريت بنزيمة ممكن يمشي العناصر اللي ممكن تغادر أوروبا وتتجه المملكة العربية السعودية الاموال الغازير ممكن تحكيم زياج يمشي معه في الخارج ومشي من الرايان القطري والسوفيان بوفال اللاعب الجيد ولكن كالخطياره صراحة غير موفق بالكل لأنه في السن 29 يمشي دولة قطر وباقي صراحة قادر يعطي في الأنديا المتوسطة في أوروبا في حال انجيل اللي هود القسم الثاني وسوفيان بوفال عنده حد كبير انه مرافق لكل فارق ومتزمتش عليه انه هود القسم الثاني من الدورة الفرنسية شخنا عارفين بوفال عنده تكون دياله فرنسي ويبغيش يهود معاش فارق فرنسي الى القسم الثاني من الدورة الفرنسية شيء جميل جدا وانا كفر أصحار بايوسف انتصالي القوله يا دور الكبير اخر الهدف دياله ضد يوبينتوس اللي كانت يشبيليا نال 5 ساعة لسبوح الوحد مع فارج روبينتوس وقدر جيبوا تعادل المهم من طورين قبل ما يستطفوا يوبينتوس يوم الخامس المقبل ويحاول الفوز عليها طبعا للحال انه يبندسوا حد فارق كبير سلاحاتين وشبيليا اصلا متخصص في الاوروباليك كانتوا فاز بها الستادية المرات ويوصف انتصاري كنظر انا عنا واحد الحاجر كما كما نقول مميزة ممكن لنشوفوا نصير يبونوا في النهائي الاوروباليك ممكن نشوفوا اي كند اولا المرابط في كأس المؤتمر الاوروبي في الفينا وما نشوفوا اللاعب المغربية وما نظروا بزيانة بزاف اي شيروا الاحتياج برموز 25 سنة قلب دفاع البطولة البرجيكية تكوين برجيكية بطبيعة الحال اللاعب اللي لما عمرت نادى عليه المنتخب الوطني المغربي ولكن أنا في اللحظة نادى عليه المنتخب الوطني المغربي هي قدي الأداء الكبير صراحة هذا من خيرة اللاعب اللي كان صراحة من خيرة اللاعب اللي كان في في البطولة البرجيكية كالقل الدفاع وكمضر انقصتوا الفرصة وصراحة في المنتخب الوطني المغربي لان الاصداء اللي كانت وصنع الاسماعين قندوس من خيرة اللاعبين اللي كانوا في البطولة البرجيكية امشي واحد اللاعب اللي ندع لها الكوتش دي النولي درجل جراغي في التربوس الاخير كامل كظاهر ايصر اللي هو ايوب العمراوي ايوب العمراوي لاعب ظاهر ايصر ديال النيس الفرنسي اللاعب اللي وصلتنا لانه ولاعب جيد لعب جيد في المقابلات الاخيرة قبل المارس الان 13 مايه بعد حاس مارس ما اسمعنا شي اخبار كبيرة على ايوب العمراوي اللي كان ضل الفرقانيس دياله تقساس مكاس المؤتمر الاوروبي كان ضل مربعي النهائي لما خبت ان ضل انه يمكن الكمار او لا فيورونتينو اللي خرجوا ايوب العمراوي اللي وظاهر ايصر ممكن اعطيه فرص مرة اخرى لاعب الثالث اللي ممكن يدخل كذلك وعمرا الليوزا اللي عب بطل ايزليز ديال القسم وطن اول شوفنا في هاد المقابلات الودي يدخل جوج مرات مع المتخاب البيرو والبرازيل وما اقدرش يعمل شي بس 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 ما يخليها صراحة نكا ما اعمل شي حاجة ليه كبيرة باش نكونه منطقيا وكل واحد نعطيه الحق ليا له عمرا الليوزا ما اعمل شي حاجة كبيرة طرحة في هاد اللقاء اي سهدو بجول لا لقاء البرازيل ولا لقاء البيرو باش نكونه منطقيا عمرا الليوزا من اللاعبين العادية صراحة الليبانو ديك ديك جوج لقاء افلا مستوى عادي جدا هاتش اللي كاين اخوتي وعمش بعد تعرفنا اللاعب الاول واللاعب الثاني واللاعب الثالث اللي ممكن يدخلو عمشوا اللاعب رقم اربعة لوزد زكريا بوخلا لعب تولوس الفرنسي ناعب اللي كان عنده موسم مميز مع اوصل مع المنتقب الوطني المغربي الى نصف نهاي المونديال القطري وكذلك اوصل مع الفارق تولوس انهم يفوزوا بكأس فرنسا وهذا واحد الشيء اللي هو طبيعة الحال مميز انك تفوز بكأس فرنسا مع الفارق ان شاء الله عندك انتها معهم الموسم الاول وتفوز بكأس فرنسا تدعو الافتخار صراحة زكريا بوخلا لعب الفارق تولوس بطبيعة حال انه وفات كما قلو بكأس فرنسا مع الفارق اللي هو تولوس الى اللاعب مميز صراحة اللي هو زكريا بوخلا لنمشوا الاخر واحد اللي ممكن يدخل في هذا المقابلة دي الرأس الاخضر اللاعب اللي ما بينش على واحد مستوى كبير صراحة في الموندهل القطاري وخاصة الموندهل القطاري يتمدن في الخارج هو محترف الخارج كانت الأجواء والدور جميع وضغط الجماهير الجمهور واللي طلبوا انه يطلع الموندهل اذا الحمد لله عبدالرزق عبدالتنين تسين سينة كان مطلب كبير جماهيري ولكن ما صراحة ما اداش اللي صراحة ما اداش المطلوب اللي طلباته الجماهير اذا هذه الشكيلة الاساسية والاحتياطية دي المنتخب الوطني المحتملة جدا جدا مع المنتخب الرأس الاخضر اللي واحد المنتخب اللي هو ماشي الساهل اه باش نقول مفوزولة بسهولة لا الآن المنتخبات افرقية كاملة كنظر مبقرة الساهلة صراحة